اعلن وزير العدل الاوكراني بافل بيترينكو ان نحو 100 الف مواطن الاوكراني ممن يحق لهم التصويت في الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية تقدموا بطلبات لتغيير اماكن مراكز الاقتراع التي سيصوتون فيها اشار الوزير الى ان معظم هؤلاء من النازحين في الاراضي الاوكرانية المحتلة اضاف بيترينكو ان العديد من النازحين يحضرون الى ادارات السجلات الانتخابية في العاصمة كييف منذ ساعات الصباح الاولى لتقديم الطلبات والوثائق ذات الصلة هذا وفقا للقوالين المتعلقة بالعملية الانتخابية فانه يمكن للمواطنين الاوكرانيين تغيير اماكن التصويت حتى الخامس عشر من ابريل الجاري حيث من المقرر اجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الحادي والعشرين ابريل الحالي يريد الكثير من الناس المشاركة في هذه العملية الانتخابية اعتقد ان الجولة الثانية ستشهد نسبة مشاركة اكثر عند الناخبين توجد اراء مختلفة فالمرشحين للرئاسة مختلفان جدا اعتقد ان هذا واجب وطني لكل مواطن في اوكرانيا الحضور والتصويت في الانتخابات كل صوت هو في الواقع مهم للغاية وعلينا ان نعلن موقفنا لانه سيؤثر على مستقبلنا